بكتاب من بغداد يحمله متنفذون بدأت المساحات الخضراء في مدينة الفلوجة تؤكل قطعة فقطعة أول قضمة كانت من نصيب حي العسكري للموقع المميز في المدينة ولأنه بتلك المواصفات فلا عجب أن تمتد إليه يد الفاسدين من المتنفذين غير مكترثين لحرمان سكان الحي من متنفسهم الوحيد يقول وجهاء المنطقة إنهم ودون سابق إعلان أو مشاورة معهم تفاجأوا بمتنفذ يحمل قرارا قضائيا يسمح له بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى ساكنية ليشرع بإجراءات تخطيط وترسيم الأراضي بين ليلة وضحاها قطعة أرض يعني خضراء تحول جنسها إلى قطعة أرض ساكنية دون إعلان ودون معرفة ما تحس يعني فجأة وإذا يجيك واحد يخطط الأرض يا بشنو هذه الأرض مالتي فإحنا الحقيقة هذه المنطقة اللي تحت ناظريكم وإحنا واكفين عليها هذه منطقة خضراء وتم تحويلها إلى أرض ساكنية فلقينا الولد جاء خطط الحقيقة مو بس خطط مو بس أخذ القطعة اللي ما أخذها من الدولة وإنما تجاوز على الشارع بيوت بحيث الشارع نفسه صار العرض ماله أقل من أربع أمتار تخوف أهالي حي العسكري في الفلوجة لا يقتصر على الاستلاء على قطعة الأرض هذه لكنهم يدركون أن مخالب الفساد ستطال في المستقبل بقية الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء في المدينة هذه المناطق الخضراء إن كانت هذه وإن كانت هذه بصف المدرسة وإن كان هذا الشارع الرئيسي كلها ستجاوز عليها مستقبلا باسم المسؤولين يا بشنو هذا مسؤول وهذا قاضي وهذا عضو مجلس وهنا لا يتساءل المواطن أساساً عن دور الجهات المسؤولة في منع التجاوز على المساحات الخضراء والاستلاء عليها كونهم يعتقدون جازمين أن هناك متنفذين متواطئين في هذه التجاوزات لكن أملهم تلخصه هذه الكلمات الله كريم فوقنا رب وجوانا حبو الله كريم ترجمة نانسي قنقر